بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلحني شأني كله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا درّا إلا كشفته ولا حاجة تنهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تستعمل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أتوب إليك من المعاصي لا أرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عني اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثك إلا برحمتك فاجعلني عندك عهدًا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وأعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاك والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والبرس والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي لا تموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم إني أعوذ بك من الهدم والتردي وأعوذ بك من الغرق والحرك والهرم وأعوذ بك أن يتخضطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا اللهم إني أعوذ بك من منقرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن عن ديننا اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم اكفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني الهدى ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي ربي اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبطا إليك أواها منيبا ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضع عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضعنا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغ لي فيما تحب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار جزاك الله خير for listening may Allah سبحانه وتعالى bless you and if you're finding this useful you know as they say do that like button and subscribe button and forward it on to others جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا